هل لفضيلتك أن تبين لنا ما هو الحيوان الذي وصف بأنه ذو ظفر والذي اعتبره القرآن طعاما خارقا؟ هذه الآية أثبتنا من قبل بالأدلة الكثيرة أنها تذكر الطعام الخارق الذي يعالج أمراضنا والذي فيه فوائد لا تحصى وشرحنا أيضا كيف أن الطاقة الخارقة موجودة في شحوم البقر والغنم ما عدا تلك الموجودة في ظهرها أو بطنها وما عدا الشحوم الملتصقة بالعظام إذن هي مناطق قليلة من البقر والغنم التي تحوي تلك الشحوم الخارقة فما هي الغنم؟ الغنم في اللغة هي الماعز والضأن أما الضأن فلها صوف أي هو الخروف أما الماعز فليس لها من صوف أي أن الغنم هي عبارة عن الماعز والضأن معا أو يمكنك أن تقول الماعز والخروف معا لكن من هو الحيوان الذي تم وصفه في هذه الآية بأنه ذو ظفر والذي أيضا لم يتم تخصيص بعض المناطق من جسمه بأنها خارقة بل كان كله مصدرا لنا من الطاقة الخارقة من رأسه إلى قدمه في الواقع التفسير التقليدي بأن عبارة كل ذي ظفر تشمل كل الحيوانات في الدنيا التي لها ظفر فهذا يجعلنا في مواجهة أعداد كبيرة جدا من الدواب والطيور كلها ذوات ظفر فهل من الممكن أن تكون كلها مفيدة لصحتنا بل وتتميز عن غيرها بطاقة خارقة أيضا تقلب حياتنا الصحية للأفضل هذا التفسير من المستحيل أن يكون صحيحا وذلك لأن الحيوانات التي لها ظفر بما أنها كثيرة جدا فلو كانت كلها خارقة فمن المفترض أن يركز القرآن على فوائدها لصحتنا في مواضع متعددة من القرآن كما فعل بتركيزه الكبير جدا على الأنعام تحديدا وفي مواضع كثيرة جدا أما أن يضعنا في مواجهة أعداد كبيرة من الحيوانات ولا يذكر فوائدها لصحتنا في أي موضع آخر ويختصر المسألة كلها في عبارة ذي ظفر وينتهي الأمر فهذا يتعارض مع سياسة القرآن العامة فما بالك في موضوع خطير كموضوع الصحة والطاقة الخارقة في الواقع عبارة ذي ظفر تعني الإبل حصريا وذلك للأدلة التالية أولا وردت بعد هذه الآيات ومن الأنعام حمولة وفرشا ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم فآية ذي ظفر وردت بعد تعريف الأنعام بأنها أصناف أربعة وبعد تفصيل أسمائها فيكون ذو ظفر هو واحد من هذه الأصناف الأربعة ثانيا تأكيد القرآن على ذكر الأنعام كلها في اثنين وثلاثين موضعا دون أن يستثني منها أحدا يرجح أن العنصر المتبقي هو الإبل أي هو من الأنعام وليس من غيرها فبما أن الآية ذكرت البقر والغنم وبما أن الغنم يعني الماعزة والخروف فلم يتبقى من الأنعام سوى الإبل لتكون هي المقصودة بذي ظفر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي اكدت على اهمية الانعام لصحتنا مع اية ذي ظفور التي ايضا تذكر فائدة الانعام لصحتنا ولكن بشكل تفصيلي هذه المرة رابعا الجمل من الناحية العلمية البيولوجية يختلف في شكل قدمه عن الماعز والخروف والبقر بان في قدمه ما يشبه الضفر فعلا لذلك هو يشبه الانسان اكثر من هذه الجهة بينما الماعز والخروف والبقر فاقدامهم مشقوقة وليس لها اظافر وبالتالي هي ابعد من هذه الجهة عن شكل اظافر الانسان فالخطأ الذي وقع فيه المفسرون هو انهم ظنوا ان عبارة كل ذي ظفر تعني كل حيوان في الدنيا له ظفر ولم يتنبه الى تأثير السياق على المعنى فعبارة كل ذي ظفر اتت في سياق ذكر اجزاء معينة من الحيوانات الثلاثة فهو اذا مقام تجزئة وجاء ذكر الجمل هنا في مقابل هذه التجزئة فكان من الطبيعي ان تكون كلمة كل تعني كل اجزاء هذا الجمل اي انه هو كله خارق بينما الحيوانات الثلاثة المذكورة ففقط بعض اجزائها هو الخارق فكلمة كل التي تعني الشمولة لكل الاجزاء جاءت في هذه الاية مقابل كلمة من التبعيضية التي تعني بعض الاجزاء فتكون النتيجة انه بينما ما هو خارق في البقر والماعز والخروف هو فقط الشحوم بل وفقط بعض المناطق المحددة التي فيها نوعية معينة من الشحوم جاء الجمل كمعجزة الهية يعتبر كله خارقا من رأسه الى قدمه بما فيه جميع شحومه وجميع لحومه وكل عظامه وحليبه وكل شيء فيه هذا هو التفسير الحقيقي الواضح وضوح الشمس والذي تم الكشف عنه اليوم بأول مرتين بفضله سبحانه لكن مع ذلك فلو ان شخصا بقي عقله عاجزا عن هذا الفهم ولا يستطيع ان يفهم عبارة كل ذي ظفر الا على انها عبارة عن مجموعة من الحيوانات وليست حيوانا واحدا فنقول له عندئذ كلمة الابل تشمل الجمل الذكر والناقة الانثى وتشمل ايضا البعير وهو الجمل الذي وصل من العمر ما يجعله قادرا على حمل الناس والبضائع على ظهره وهذه الثلاثة ذكرها القرآن في مواضع متعددة واضف اليها اسماء اخرى للابل سماها المشركون وفق ميزات خاصة بها فكل هذا يكون مجموعة والقرآن يقول لك بما ان كل افراد هذه المجموعة لهم اظافر فكل افرادها خارقون وكلها في النهاية هي الابل باختصار وهذا ليس غريبا على القرآن فهو ميز بين الذكر والانثى من الانعام واعتبر كل واحد منهما صنفا مستقلا بذاته وبالتالي جعل عددهم ثمانية انعام وليس اربعة على الرغم من انهم حيوانات اربعة والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة